حقق ميناء وصل إلى نتائج جيدة في العام 2021 حيث ارتفعت وطيرة تعامل الميناء مع الحاويات لأكثر من 4 ملايين حاوية قياسية بنسبة ارتفاع بلغت 4% عن العام السابق كما صعدت وطيرة تعامل الميناء مع البضايا العامة إلى 16 مليون طن متري وبنسبة 10% المزيد مع الرئيس التنفيذي للميناء كان عام 2021 عاما مليئا بالتحديات وقد واجهنا صعوبات جمّة في قطاع اللوجستيات بسبب الجائحة لكن فخور جدا بأدائنا في ميناء صلالة خلال هذا العام حيث أننا حطمنا الرقم القياسي في حجم الحاويات وفي قطاع الشحن وقمنا بمناولة 4 ملايين و500 ألف حاوية مكافئة لعشرين قدما بينما كان الرقم القياسي السابق 4 ملايين و300 ألف في العام المنصرم كما ناولنا أكثر من 16 مليون طن من الشحنات بشكل عام وهو إنجاز رائع بالنظر إلى التحديات التي واجهتنا كيف تمكنتم من إحراز هذه الأرقام؟ ما هي الدوافع والمقاومات التي دعت للحصول على هذه الأرقام؟ ما قمنا به هو أننا حددنا أولويات واضحة في إدارة عملياتنا وكان على رأسها ضمان سلامة موظفين وجميع مستخدمين ميناء من أثار الجائحة إذ اتخذنا الإجراءات اللازمة مثل ضمان ارتداء موظفين لمعدات السلامة الشخصية المناسبة الأمر الذي ساعدنا كثيرا وعملنا على ضمان استمرارية عملياتنا إبان الجائحة كضمان حصول المزودين على مستحقاتهم وكذلك حصولنا على مستحقاتنا وحماية الشحنات التي تعبر من خلال ميناء صلالة وبهذه الأولويات استطعنا موصلة عملنا خلال تلك الأوقات العصيبة ما تزال هناك الكثير من التحديات تواجه الشحن والعمل اللوجستي في العالم كيف يخطط ميناء صلالة لمواجهة هذه التحديات بدأنا في العام المنصر مشروعا كبيرا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي في صلالة ومحافظة ضفار بشكل عام وعلى رأسها المنطقة الحرة بصلالة ومطار صلالة إذ أننا نخطط من وراء هذا التعاون إلى العمل عن قرب من أجل إيجاد حلول فاعلة تعزز من سلسلة التوريد العالمية لكوننا مركزا من المراكز اللوجستية في المنطقة ونعمل على المستويين المحلي والدولي لكننا نركز بشكل أكبر على توسيع عملياتنا الدولية بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية حولنا ومن بينها تحديات كورونا لاحظنا أن ميناصلالة أيضا له خطط في المحافظة على البيئة وهناك أيضا خطة لاستقبال رافعات صديقة للبيئة ما هي الخطة في هذا الموضوع؟ نعم لقد بدأنا رحلتنا وحالنا كحال باقي دول العالم شرعنا في هذه المشاريع الصديقة للبيئة وقد وضعنا ضمن أولوياتنا الرئيسة لعام 2022 وما بعده أن نشرع في رحلة التخلص من الكربون وقد تبنينا عدة مبادرات في هذا الصدد ومن بينها ضمان شراء المعدات المناسبة وقد اشترينا على سبيل المثال 16 رافعة صديقة للبيئة على خلاف الرافعة السابقة ونتطلع إلى تبني مصادر بديلة للطاقة في الوقت الراهن ليس فقط لعمليات الميناء وإنما لتوفير هذه الطاقة للسفن القادمة للميناء في المستقبل والتي ستتطلب بدائل أخرى للنفط بعيدا عن الكربون ونحن نعمل على مبادرات أخرى في بداية رحلتنا بما يتماشى مع جهود الدول الأخرى أفتتح مؤخرا مصنع صلالة للغاز الموسال وهناك توسع كبير في المنطقة الحرة كيف يتوائم نمو المنطقة الحرة مع عمال ميناء الصلالة؟ كانت هذه رحلة بدأناها في الأعوام الماضية ونعمل حاليا على بناء شبكة أنابيب على طول خمسة كيلومترات كجزء من بنية الميناء الأساسية من أجل دعم جهود نقل السوائل في الصلالة والمنطقة وقد أطلقنا هذه المشاريع منذ سنوات من أجل تعزيز البنية الأساسية لذا فإننا نتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان تماشي بنية الميناء الأساسية مع المعايير العالمية وضمان استمرارية عملياتنا تجارية مع باقي دول العالم وهذه رحلة مستمرة لنا على مدى السنوات القادمة ونحن نملكfikة أجلب وقال نambي التركيز إلى المكان المترجمات لكثير من الاشتراكين شassa على سنوات صحيح 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 صحيح